الله الصلاة 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 اسمع يا أخي الغالي إذا خسرت أموالك استعم بالصلاة إذا مات الولد استعم بالصلاة إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعم بالصلاة إذا ما وجدت وظيفة استعم بالصلاة إذا نزلت بك مصيبة استعم بالصلاة إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعم بالصلاة إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعم بالصلاة إذا لم تجد بيئة صالحة استعم بالصلاة إذا وجدت في قلبك ضيقة استعم بالصلاة إذا نفر الناس منك استعم بالصلاة إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعم بالصلاة إذا آذاك الناس استعن بالصلاة وإننا يا أخوة الكرام من هذه الآية تنزل علينا الكرب وتأتي علينا المصائب وتموت الزوجة ويموت الوالدين ويموتون الأبناء وتتفرق الأسر وتطلق النساء من منا يقبل على المسجد ساجدا راكعا لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة من منا يجد هذا الشعور في قلبه من منا إذا حمل جنازة أبوه وهو يبكي وذهب به للمقبرة عارف أن الملجأ المحراب فأقبل على المحراب من من أصحاب الأسهم لما سقطت أسهمهم كان مليونير في الصباح وأصبح مديونا في الليل من منهم انكب على المساجد من منهم سجد وركع من منهم تذكر واستعينوا بالصبر والصلاة كم منا من بينه وبين ابن عمومته سوء تفاهم له سنة أو سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم هل استعان بالصلاة لعل الله لا ينين قلوبهم كم منا من يريد أن ينتقل بجوار والده وهو في العنالة مركزة وكلما قدم طلب نقل رفض هل استعان بالصلاة؟ الصلاة ما هي مجرد بس عبادة نريد منها أن نميز كافر مسلم كافر مسلم ونفرح ونسينا أن الصلاة أعظم من قضية مسلم وكافر أنت يا مسلم يا من تصلي هل وجدت أثرها ونفعها وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها هل حسيت أنك فعلا فعلا محتاج للصلاة؟ ولا حسيت أن المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصليين؟ هل تشعر وأنت في طائرة وتريد أن تصلي أنك بحاجة للصلاة؟ تجد عندك حاجة ملحة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك وتقول في نفسك أبي لو سجده أبي لو ركعة بس أبغى وقف أمام الله عز وجل يبحث عن الصلاة يبكي للصلاة يحزن إذا أغلق المسجد يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا لا إله إلا الله